السلام عليكم كنت منكم تكونوا كولكم بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم بادي الورقات البسطيلة بعجينة سهلة حيث بزاف منكم اللي ما كيتوفرش على الورقة دي البسطيلة الناس اللي عايشين خارج ارض الوطن والناس اللي عايشين في البوادي غادي نوريكم تقرميشة ومن بعد غادي نمشيو للمقادير هادي نبدو ان شاء الله في المقادير ديال العاجين عدنا واحد البيضة واحدة واستدي الكؤوس ديال دقيق الابيض الخاص بالحلويات شوية ديال الملحة وجوج معاها القبار ديال الزيت العادية بالنسبة لهذا الزيت اللي غادي ندير اليوم انا دائمة يكون عندي فتلاجة كان دير تقريبا واحد نص كاز ديال الزيت وكان ضيف لي واحد المعلقة صغيرة ديال الفلفل حمراء وكان خلطوه وكان ديره في القراءة كان خلي ديك الفلفل حمراء تكت هبطل تحت وهذاك الزيت كان بدان نستعملو في المملحات عندي واحد المعلقة مع عمراج ديال هاد العسل كنتو سولتو عريف اجراجتو في الشباكية هو رازوين بزا فركين في مرجان موجود بالاحجام اللي بغيتو بغيتو الكبير ربعة كيلو وناس بغيتو اللي بغيتو الاحجام اللي بغيتو الكبير والصغير والمدق ديالو رائع زوين بزا في كان بداء نخلط في هاد العجين ديالي المهم كما قلت لكم يمكن لكم تديرو الزيت العادية هنا حس عندي وكي يعجبني نديرو في الحويج المالحين بحل الحوت بحل اي حاجة تسكون مالحة كي يعجبني ندير في هاد الفلفل حمراء كي سأطيوه حد اللون وكي يزوين بزا كان نبدو بسم الله في العجين ديالنا كان نبدو نعجنوه بشوية بشوية بالنسبة للماء الماء من روبيني ماشي دافي عادي المهم بالنسبة لهاد العجين دخلت فيها كاس جوشكيسان اللاروب غادي نخليش شويون ومع عينكم ميزانكم البنات ما تخويوش الماء دفعة واحدة يعني كتبقاوا بشوية بشويون تمو كتديرو بالنسبة لهاد العجين كتجي مجموعة ما كتجيش خفيفة بحل ديال البريوش او لا المهم كتجي مجموعة كندلقوها تقريبا واحد خمسة دقائق على الاكتر ماشي بالساف ويمكن لكم إلا كان عندكم الوقت وما بتوجد الكوة تجمعها وديروها في بلاستيك وتخليها تدلك بوحدتها وتعودوا مني كتجي بدوهم البلاستيك تعودوا تجمعها واحد جوج مرات او صافي انا غادي ندلكها واحد تقريبا واحد ثلاثة دقيق صافي وغادي نكركبها السهلة وغادي نديرها واحد البلاستيك وغادي نخليها ترتاح على خطرة المهم المدة ديال الراحة ديالها لك انتم مزروبين عندها تقريبا 31 دقيقة وتقدروا تخليوتها اكتر غادي ندوزوا ان شاء الله الحشوة عندي جوج ديال مربعات ديال الشعرية ديال الاروز اللي كان ديرها في الماء طيب وغادي نخليها 5 دقيق وغادي نصفها من ذاك الماء وغادي نقطعها وبالنسبة للحشوة ديالي اليوم اقتصادية ولكن نراهية بنينة بنينة بزف عندي بصلة كبيرة مقطعة مربعات صغيرة عندي فلفلة وحدة حمرة سهية مقطعة عندي واحد ضامة ضامتي ديال الحوت اللي غادي يجي واحد المضاء قزوين بزاف وعندي جوج ديال القرعة خضرة او لجوج ديال كورجيت محكوكين في الحكاكة الرقيقة جوج ديال حبات ديال جازارتهم وكذلك محكوكين في الحكاكة رقيقة ورقة الرند او لجوج او تقريبا واحد ثلاثة الفصوص ديال التوم وغادي ندير القليل من الزيت الزيتون وغادي نوضع المقلة ديالي فوق النار غادي نخليها تكت تشحر العناصير كلهم كيتشحروا وغادي نكملوا ان شاء الله الوصفة ديالنا ما نقول لكم هاد الخضر غادي يجيو في هاد الحشوة مع الكينو اكتر مرائين المهمة البنات وبالنسبة للولاد اللي بغيتو في الخضرين يمكن لكم غادي نديرو كيما شدو ذيك الكمية كانت كثيرة ها هي نقصات مع كان حيضو ذو كل وراقي ديال الرند اللي ما عندوش وما توفروش ليه ما غادي نديروهم يمكن لكم ما تديروهمش غادي نديرو واحد المعلقة الصغيرة مع مراج ديال الهريسة واحد شوية ديال الزيتون مقطع دوائر واحد الأسرة تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال العصير الليمون باش كي يعطي ديك الحموضة كتجي الحرور مع الحموضة كتجي شي حاجة شي بنا اكتر من رائع يعني في شي حاجة لسا تكون مالحة بحلا المهم غادي نديروها غادي نسموها بالطون باش كي يجينا بطعم السامك كتجي شي حاجة لي هي زوينة ديرت اضامتي ديال الحوت باش كي ركزو السامك وكتجي واحد المدق زوين غادي نديرو في التوابل واحد المعلقة صغيرة ديال الفلفلة حمرة نص معلقة ديال الخرقوم البلتي نص معلقة ديال اللي بزار فلفل اسود صافي هدو هم التوابل اللي غادي نديرو وبالنسبة للملحة ما غاديش نديرها معدرت الهريسة مالحة ضامتي مالحة وغادي نضيفو واحد المعلقة كبيرة هادي اختيارية ديال السوس السوجاتة هي مالحة صافي وغادي نخلطو يعني ما كانحتاجوش الملحة نهائيا صافي وغادي نديرو هدو كشارية ديال الاروس اللي قطعتها وتصفيتها مزيان وغادي نخلطها هنا بحدسها واحد البلنا منغوش لكم كان زيدو تقريبا واحد ثلاثة المعالق كبار ديال المعدنوس غلبوا المعدنوس القصبر قدرت جوج يعني عويداس فقط صافي غادي نخلطو كل شيء ديال العناصير مزيان وغادي نضيفو جوج العلب ديال الطون صغار ليصفيناهم من الزيت اللي كتلاحظو بعد ما طفينا النار النار دابا مطفية هاد الحشوة منقوش لكم عليها تتجربوها وديك الساعة وغادي تشوفو وغادي يعجبكم الحال إلا تباتو هاد المراحل والمقادير اللي عطيتكم مرا أكيدين غادي جيكم ماشي غا رائعة أكتر من رائعة صافي دبا غادي ندوزو إن شاء الله العجين ديالنا ونخليو الحشوة ديالنا سبرد كان أخطو حد شوية ديال السيت وغادي نجيب العجينة ديالي وغادي تشوفوها من بعد مرسحة كي جاس بحل شكل لسيك جاس زوينة كتجبت بحل شيمسكة غادي نقسمها على أربعة وغادي نديرهم أربعة ديال الكويرات أو الأربعة ديال الخويزات كي ما كتلاحظوا صافي كنكورهم كندهنهم بشوية ديال السيت وغادي نخليهم يرسحهم مرة أخرى تقريبا وحد خمسة عشر دقيقة صافي من يرسحوا ليه كناخد شوية ديال السيت وكنبدأ نسرح في العجين ديالي عندي تقريبا وحد شوية ديال زبدة تقريبا وحد مياز جرام اللي كنشدها وكندوبها وكنحيد منها دك الحليب اللي تيكون فيها وكنخليها كتبرد هي اللي غادي نورق بها إن شاء الله كنحاولو نصرحوا مزيان كون ما صرحنا هاد العجين ديالنا كون ما كتجي زوينة بزاف ومقرمشة وكتجي كتدوب في الفم يعني كيجيو توريقات بزاف كتجي بحال شكل شوصون بحال شكل يعني الورقة ديال بسطيلة كتجي واع رزوينة بزاف وهم إن شاء الله غادي نبقاتات سلسيلة ديال العجائين من الأحسن حس بزاف منكم اللي مك يتوفروش على الورقة ديال بسطيلة دك الشي علاش اليوم درت لكم هاد الفيديو شي حاجة لي بسيطة وكتجي ماشية رائعة للبناس أراها غادي تشوفوا الفيديو وغادي يعجبكم الحال إن شاء الله كنتمنى اللي بناتش جيعاتكم بلايك واشتراك في قناة عالم سعاد اللي بقي ما مشاركش ونرس القدم مرحبا بكم وآلف مرحبا على راتي وعينية وكنشكركم بزاف على تطبيقاتكم اللي كتخليوا لي دائما في الانستغرام شكرا الله يجازيكم بخير تبارك الله عليكم صافي كنتوها الاربعة وكنكمل الاربعة وكنخليهم يرتاحوا مرة أخرى تقريبا واحد خمستاشر دقيقة وغادي نجيو وندهو نورقو في المسمنة ديان غادي نحاولو نديروها على شكل مستطيل كان بقمعاتك نديرها مستطيل حاولو أنتو ما كتقرسو وانتو ما كتخليو وحدة على وحدة يعني كل مرات تقلبو باش جيكم تبقى لكم مقادة ومزيانة باش كتجيكم ورقة على ورقة صافي درتها على شكل مستطيل كناخد تقريبا واحد مية جرام ديال الفروماج اللي كنديرو في الحشوة ديالي باش كنخليها تتعلق أكثر وباش كتجيني شي حاجة لي هي زوينة وكتطلع لي هاد الحشوة اقتصادية ولكن بنينا بنينا بزاف كنديرها كما كتشوفو كنخلي العجين وحد تقريبا واحد ربعة سانتين أو ثلاثة سانتين وكندير الحشوة ديالي كنقادة ومن بعد كننجر دق الطرف وكنبقى غادي مستمر بحل اللي كتشوفو وكندهن بشوية ديال الزبدة تكلفها على نفسها صافي وكنجيب الطاواء وكنبقى مستمرات كنكمل هادو كل يبوده كلهم اللي عندي كنجيبهم على هاكا كيجيو ما شي غا رائعين البنات شي حاجة لي هي طوب صراحة صراحة هاي الحشوة ديالي قسم ستايا كذلك الاربعة باش كيجيني كل شي مقاد صافي مني كملتها البنات اللي ما بغاش يدير الجوجلان بلا ما تديروا البيضة انا درت البيضة على حساب باش الجوجلان ديالي يلسق في البيضة يلسق يعني كل صقوب البيضة البيضة خلطها مزيان ونضفت لها شوي واحد المعلقة صغيرة من ذاك الزيت اللي في الفلفلة حمرة باش كيعطي ذاك اللون وكيجيو حمرين مزيان دا بتشوفو التحميرات ديالهم كيف ديرها المهم اللي ما بغيتوش تدير الجوجلان بنابت تديروا البيضة يعني دهنوها بالزيت اللي في الفلفلة حمرة واخشيوها مني غاد تخرجوها غادي ديرو عليها شوية ديال الفرامج غادي ندوزو الفران الفرانة البنات يكون سخون سخون مسبقا مزيان غادي ندخل الطوا ديالي غنخليها تكت تنفخ اولا غا نقسم انا جريت على الفرانة سبقت لكم المراحل كنقسموها على النصف اللول ثم كنبدو نقسموه المهم اللقسين كتقسموه على حساب الرغبة ديالكم الفرانة نكمل لكم غادي ندخلو الطوا تطب من التحت نخلي وتكت تنفخ غادي ننقصو النار المية وثمانين وغادي نخليها تطلع مزيان وكتتورق وكتطب ليها من التحت وغادي نشعل الفوق وغادي نخليها تاني عود على مية وثمانين تكت تقرمش وكتجي مقرمشو وكتجي ماشي غا رائع اكتر مرائع زوينة بزاف كي ما كتلاحظو جات بحل شي كرواصة بحل شي مهم طب هاتش اللي غا نقول لكم شكرا على تطبيقاتكم وعلى المشاهدة وعلى اللي لايك ديالكم كنشكركم بزاف وخانعيام نشكر فيكم الشكر قليل في الحق ديالكم وبروك واشركم باش ما تمنيتو بصحيحة ولي هنا ورحت البال وكنتمنى تشجيعاتكم بلي لايك باش يمكن لي ينكتر من هاد الفيديو باش نعرفكم اراجبكم هاد الفيديو كتروا بلي لايك والبرتاج وما تنساش اللي بقي ما مابونيش عندي في انستغرام يفشي يتابونه وشكرا الله يجازيكم بخير استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة